السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محضرة النهضة ان شاء الله بإذن الله عن بإذن الرحمن. هنتكلم فيها عن تكميلة بتاكميلة الالكالويد. هنخوضها بإذن الرحمن. احنا معضلاتي اللي فاتتتكلمنا على إيه? كانت أول حاجة تكلمنا سريعة جدا على الالكالويد. وهي إيه وأورجانيك ونائتروجين. والكلام دوت. واتكلمنا على السوية الأهم حاجة في خاصة تركز على الإكسبشن. يعني انت شوف الجنرال وول وشوف الإكسبشن بتاعتها ما تحفظ ليش الجنرال وول خالص. يعني مثلا 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 بتاعة الالكالويد كلها المستأكتف هي الال. كان فيه إكسبشن واحد بس مثلا زي اللي هو التبرو كيوريري أو التبرو كيوريني كيورانين خلاص كيورانين التوبو فاكر لما كنا أصفل اسمه توبوا. ك Quéوراني مرحلة عن معلومها كتبات قول إيه هوOSE يعني إيه الرياع كنا أقول لك عن الله جميعا أي viuها المؤمنون عليها علىكم إن تفرروا. يعني كأني بذن حاتب هاتمشي� لاحية اليميمين مش هتتحب هاتمشي أشه؟ years دي فوق يبقى مستأكتب عن اللي فوق. اكسبشان ثاني ان كل السلط بتضوب فيه بالصلاة والسلام في المية. مع هذا مثلا بالصلاة اللي هو اللابيلين دوت او حاجة اسمها بسم الله هناخده النهاردة يعني تقريبا اللي هو اسمه خلاص اللابيلين ده بالصلاة والسلام ده بيدوب في يعني كل يتبس خلي بالك. مش معنى اللي انا اقول لك ان السالتي دوت بيدوب في المية وهو بيدوب في المية والك لكن هو اكسبت في الحتة اللي هوセتمت بس في الحتة دي يعني ما تقوليش يعني ازاي سالتي هيدوب في الم حتة دين وهو عنده وسبح الاشتراك فيها لك播 تبدو حالصلاوا الام ا stor كان كافاين كافاين الدوب في الواتر قلت لك الكافيين الموجود في الشاي ويضوب في الوطر ركز قوي على الاكسيبشن المحضرة اللي فاتت الثانية تكلمنا بصراتها على ايه؟ تكلمنا على الالكالويدز مثل الكابسكيم والإبرينافرين والإفيدرين والسلام خدنا كمان ايه يا ربي بسم الله خدنا الالكالويدز أو الالكالويدز بإذن الله هنكمل باقي الالكالويدز اعملها في هيئة جداول وأنا بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله دعواتكم لنا بباركة في الوقت ومتيسير الحال والفتح المبين إن شاء الله بإذن الله لو جمعتها وإحتاجتها وطلبتها وأنا أبو ما أجمعها وأم بعتها لكم بإذن الله أو أعمل لكم تجميع كده بإذن الله نكمل باقي الالكالويدز بإذن الله نكمل باقي لحدوتها طيب هنعلم الحاجات مع بعض ونذكرها مع بعض إن شاء الله ونحفظها مع بعض قبل نبدأ ندعم وذكرها كما نحن متعودين اللهم إني أسأل كيفين النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين أن تشعر قلوبين مليئة بذكرك وخشاتك إنك على كل شيء قدير وحسب الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم تركنا عليك يا الله اللهم إني أستردعك ما قرأت وما فهمت وما حفظت وما لم أحفظ وما أفهمت فردوا إلي حين الحاجة إليه وردوا إليه يوم العرض عليك أستردعكم الله اللازي لا تضيع ودعه أستردعكم الله اللازي لا تضيع ودعه يلا بسم الله أول حاجة عائلة عندنا اسمها لإيه البيبر دين في كيف تكايا كانت تقول بيبر شبه الورقة ايه هي بقى عندي لبل لبيليا افتكرها نحن نبص مجمع بعض اتفقناها عشان الحاجات دي هتصعب لإحنا نحفظها فبالسلسل سمع نحاول نبص مجمع بعض الحاجات والحاجات سننتفق طبعا هليفهمها كويس جدا وليفهم الميكانيزما والحاجات دي وبإذن الله اكم محاضرة سهلة البيبر دين ده بيبر خلاص دي أول حاجة افتكر كده اللوبيا عاملة زي او واحدة مثلا نقول مثلا إيه لوبيليا لوبيليا الكالويد كأنك بتقول ليبيا مثلا ليبيا نفتكر مرحبا بأهلنا جميع عن حي العالم وليبيا ماشي ليبيا مرشورة مثلا بتصنيع الورق يبقى أنا عندي لوبيليا جاية من ليبيا خلاص من تصنيع الورق الهيل ب بيردي طيب دي عبارة عن الكالويد عبارة عن إيه؟ لو أقول لك الأرجل تسألني على طول تقول لي عبارة عن لوبيليا هرب ما تقول ليش أكتر من كده كل غريدة مش عايزة خلاص تقول لي لوبيليا هرب وخلصت الحدودة من نسبة للأرش طيب اللوبيليا هرب دي فيها إيه؟ إذا نتا شايف دي الصورة بتاعتها بقول نها فيها صفر الألكالويد أهم واحد عندي وأكتر واحد ميجو ده اللي بهمه وبحبه وبكون عايزاه هو اللوبيلين عارف بقى اللوبيلين مثلا نقولها بالصلاة والسلام إيه؟ اللوبيا بقى دي مورد اللوبيلين كأنك بتقول اللوبيلين بتدلع الليبيا يبقى إحنا نحفظها إزاي عندك الليبيا تمام؟ بالصلاة والسلام بتحب الورق بتصنيع الورق عشان نقول بيبردين هي جاية من الكلاس بتاعها بيبردين عشان انت لازم جدا جدا تعرف بيبردين ولا بيرمايد رينج بيردين أسفا ولا بالصلاة والسلام مثلا اللي هي اسمها إيه؟ يتيب ريسيكلك اللي هي مورد النيتروجين بتاعتها وهكذا فلازم تعرف فإحنا هنقولها لبيا بتحب الورق وبتحب اللوبيا اللي هو مين الالكالويد بتاعها؟ اللوبيلين اللوبيلين طيب ومين كمان معهم؟ إلا أقل أهمية بص السورانطول كده فتكت كل ما تكون الكلمة صغيرة كل ما انت بكون خفيف ورفانطع بتوعي تتنطط وتتحرك كل ما انت قلبوزة وتخين هتفضل قاعد برطة ومش هتتحرك بمكانك فلازم نحافظ على الهيلس بتاعنا فلما يبقين مسورانطوطة هكون هي الميجة وهي الأهمية وهي المحبوبة أكتر وهكذا طب الكلمتين الكبار والقلبوزتين دول اللوبيلانين واللوبيلانيدين طبعا التخان دول على رأسنا على فكرة أصلا سبحان الله التخان او الناس القلبوزة العسولة دي بصلاة والسلام بحيثها قطيب كتير جدا 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 بالناس والتخيعة محدش يزعى مني المهم يعني بصلاة دي حاجة كده طب انه دي الحال يصلحان المهم يعني اللوبيلين ده صغانطوت كده فده الميجو طب بعد كده عندي اللوبيلين واللوبيلين هنا في ايه دين يبقى الفرق بين ده وده انه عندك دال خلاص عندك حرف دي طيب ايه هي بتاعتي او ايه الكاراكترستيك بتاعتي والشيب اول حاجة هتفتكر كده ليبيا ما بينها دولتين المارب ومصر يعني كأنها بالضبط على شرقها وغربها ليبيا ومصر انا اتفالة دي اللي ايه اللي يهمنا الصغانطوت الروفايع ده قال لي بصلاة انت بيهمنا وهو الميجور اكتر ومش عرف ايه كده موجودة عندي تمام هنجيب مثلا اول واحد خالص اللي هو اللوبالالين ده بالصلاة هلام عبارة عن ايه ايدنتيكال يعني ايه يعني ده مش في دي ده تخينه يعني وسط هتلاقي ان كلمه وسط كده في النصي ده هو وسطاني ده ادخن واحد فيه فبالصلاة هلام هتلاقي ان هو بالصلاة هام ايدنتيكال بالضبط لو انت قسمته كده هتلاقي ميرو امجل بعض الاتنين الاتنين كنت طبقتهم على ايه على بعض ايه بقى اللي عندي بوس يا سيدي صلى على النبي عليه افضل السلام اول حاجة ده الشيب بتاعه تميزوا ازاي تميزوا والله تفتكير زي الورقة بالضبط عارف كأنك انت لبيهيت وي عندك مصر على اليمين ولماررب على الشمال وهو ايدنتيكال عنده كربونالجوروب هنا بالضبط وهكذا وكمان دي مش بصاتها مش اروماتيك دي حاجة ايه بصاتها او الكام تمام ايه كمان بصاتها لام اصلا اصلا عشان تيجي ان شاء الله بإذن الله نحاول ربنا هيدينا رب يصلح حوالنا ويبارك في وقتنا نعمل لكم تجميع كده السترقشارت كلها زي ما احنا عملنا السمسطر اللي فات بحيث نسهل الموضوع بس من البداية من السمسطر حاول ايه تجمع عشان ما يترقمش عليك السترقشارت كبيرة كفاية المدة سنة علينا ربنا يعينا عليها المهم ما عندك بالصلاة والسلام ده الشيب بتاعك انت اصلا عشان تعرف يعني هو هيجيب لك ويقول لك ايه الكلاس بتاعت الالكالويد طب هو انهي الكالويد طب ايه بتاعه يبدأ اسألك عليه طب انت هتعرف ازاي تجاوب من غير ما تعرف لازم تكون عارفه وحفظه طب يبقى احنا بنحفوز دلوقتي مع بعض كده يبقى انت اول حاجة بس لازم ما بيجيلك الغسمة هتشوف اول حاجة تبص عليها اول حاجة تبص عليها لازم تبص على اول حاجة عليها النيتروجين طب بعدين او تبص عليها على النيتروجين ستلاقيها لو لقيتها بداخل سيكليك لو لقيتها بداخل سيكليك كما باستطيع اليفيدرين بعدين لو لقيتها بداخل سيكليك تشوف سيكليك او هيدرو لاحظ الايدروجين وهكذا. وتشوف الكلاسيز اللي عندك. طب ان ده هنا بالسلسل دي فول ساتيوريتد وعندها النيتروجين زي ما انت شايف كده ويدنتيكال من جوه. طب لو جيت سألتك سؤال. لو قلتك ده اوبتيكال اكتف ولا اوبتيكال اين اكتف واحد هيتسرع على طول. ويقول لي بص يا دكتور بالسلسل سلسلتي عندك هنا وعندك هنا الكربونا دي والكربونا دي. دي اوبتيكال اكتف عشان هي احنا عارفين يعني ايه كايرل سنتر يعني احنا شاطرين من اورجانيك اللي هي كربونا عليها ديفرنت جروب. هنا عندها هيتجون وعندها هنا سي اتش تو. وعندها هنا نيتروجين وعندها هنا سي اتش. طبعا مع دي يعني التكملة بتاعتها. فالمهم انها معها ديفرنت 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 بمعنى صح. فبالسلسلسل هي هتبقى كايرل سنتر. ونفس كلام اختها هنا. هقول لك برافو عليك انت كلامك منطقي جدا 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 وعلى رأسنا. بس احنا بقى في حاجة هناخدها زيادة انها ميرور امش. لما تجيبها واقع رأس من استراكشرا كده. وتقدر تقسمه زي الورقة بالزبط كده بالزبط ده على ده بالعجل. اعرف ان ده مش هيبقى وده هيبقى بصرات السلام هيبقى آآ 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 ماشي. يبقى بصرات السلام هيكون ايه? دي كده اول بوينتة عندي. نعرفها زي اللي انا اقدر اقسمه. طيب جميل. طب ده ده اوبتيكال اكتف ولا اوبتيكال اين اكتف? لأ اوبتيكال اين اكتف طب لي يا دكتور عشان ما اقدر تشاسمه. هنا عنده جروب غير دي. تمام برافو عليك. طيب رأني كاربون. طب هنا عنده كم بصرات السلام اوبتيكال اين اكتف. هشوف القيرل سنتر عادي جدا عندي هنا واحد وهنا اثنين. وقدي التالتة هنا برافو عليك ممتاز. طب دي لأ ما ينفعش لي عشان هي دي مسكة كأنها مسكة بفكت دابل بونت دي كأنها مسكة في اثنين ايه في اثنين اوفة طبعا دي لما بكون مسكة في نفس الاتوم مرتين يبقى كده بقول اوبتيكال اين اكتف طب دي بقى بصرات السلام احتفانة اللي هي اوبتيكال اكتف. ليه بقى لنقسم بتاع بقى الاتنين كان واحد بيقول لها لف يمين واحد بيقول لها لف شمال فالاتنين عاكس برض فالذلك هي اوبتيكال اين اكتف. طب ايه اخبار دوات؟ اسم شوف دي على دي اه ودي على دي ودي على دي ونفسه كل حاجة وخلي بليك الورينتيشن نفسه هو هو يعني الاتنين لتحت بلوزة الزابلين يبقى دي بصرات السلام ايه اوبتيكال اين اكتف برافو عليك. طيب ده كده اول حاجة عندنا. تانية حاجة عندنا عايزك تعرفها ايه اللي هو شيفس بيز رياكشن. ايه هو شيفس ب بسواء جاي من كيتون صواء من قلدايض ايه جنوية وجيت لف اه فعلتها مع اه ان اتش تو تا لي ده مش شيفس اكشن. المهم يعني بس وقتها مع ان اتش تو تمام ان اتش تو. لا ده شيفس اصدقيني. اه ده شيفس بيز. تمام? المهم يعني بس يعني بس سلام اه هتوم جايش لها هنا الاكسجين وهتشيلي مكانة اتنين هيدروجين. وبعني مع الدول هيطلع مع بعض كامل يكون مع مياه وسيها تمسك مع الان. يعني شيفس بيز يعني النايتروجين مسك مع قارو? تمام? طيب اه وطيالي بيكون فيها او المهم يعني بالصلاة سلام ان نعرف ان ده بيتكون لك البرودك اللي طلع لك السي مسكة مع اني كده بدابل بون ده اسمه اوكزين يبقى لو انت شوفت كربونايل جروب جاية سواء من كيتون او غلضايد ايا كان هتمسك بالصلاة سلام مع ال اه اني اتش تو هيطلع لك مليكول مية مع الايه الاوكزين بتاعك طيب ايه كمان بالصلاة سلام تعرفوا ده حاجة بيزيك ده لت حاجة تعرفها ان اكيد اي ايه يا ايه ايه حاجة فيها كربوكسيليك اسد والكلام ده نعرفين وبالصلاة سلام مع ايه الكحول عن فكود ملكيول مولجور ووطر ويطلع لي ايه يطلع لي ايه يطلع لي مية ويديني ايه يالديني في الاخر استر يديني في الاخر بالصلاة سلام ايه استر تمام يبقى كورني الايه proved ايسطر طيب جميل جدا يا ابن انت تقدر تقول لي هنا عندها كم اسطر او عندها ادي عندي او اتش يبقى ديه عندها واحد اسطر طب وعندها كاميرا كاميرال سنتر عندها تلاتة طب هي اكتف? طب عندها كام اوكزيب? عندها واحد. طيب من نسبة بقى اللي هو اللوبيلين. اصلا انه شفت الستركشرة ده الفرية بينه وبين ده. اللي هو بالسلام هنا عمل لك لواحدة كربونية جروب. يبقى ده برشيال يبقى ده برشيال ريداكشن. اللي هو اللي هي اللي بي بتاعتي اللوبيلين. ده الماجيك بتاعك. اللي هو اللي برحب بيكون في نسبة اكتر وكزا. لذلك عشان كده كده جنبه. عشان كده لو هنا ما كتبناش ليه جنبه او بصدف علشان ده وده اما ده الوحيد. طب لو عملت عمل الكربونالي اللي اتنين كلهم. فهي ديني الشكل دوت اللي هو اللوبالاندين. يفتكت ده قلبوزة فعنده الاتنين وهكذا. طب عنده طب يقدر يعمل لك كم يقدر يعمل لك اتنين. يقدر يعمل لك كم ارزيم. ما يقدرش يعمل لك ولا واحدة. طب هو عنده كم هو عنده بصدفة مفروضة اللي هو عنده اربعة ولكن هو مش اكتف. يبدأ هنا بصدفة ده عنده كم عنده اتنين. طب يقدر يعمل لك كم اكزيم يقدر يعمل لك اتنين يقدر يعمل لك كم اصدر صفر. يقدر بصدفة اكتف ولا اكتف اكتف. تمام? فالحاجات دي انت مش هتحفظها. خلاص انت فهمت اي كربونالي الجروب مع بتاع دوت بصدفة امونيا يعني او امايد يعني اللي هي امين الجروب بمعنى صح هيتديك بالصدفة ايه اكتف. ايها القح ما اصدفة ايها? هاتديك هيديك بالصدفة لام بتاع دوت اصدف. تمام? يبقى اللو بالين اللي هو اللي فوق دوت ده عنده اتنين. ده دا أيكيتون ماشي. عبارة عن اي دا أيكتف? خلاص يعرفنا ازاي. دفemat فهم اللو بالين الفرق بينه ما بينه اللو بالانين و اللو بالين حلاص اللو بالين اللي هو ايه ال او اتش هنا عنده او اتش هنا ما عنده او اتش. طب يعني كم ميزو هو ده اللي بقول لك عليه اللي هو بقسم ويقدر اقسمه من اتنين واد ميزو ده واد مشارك بقدر اقسمه من اتنين وبقدر اقسمه بالزبط بالنص تعم فهو ده عقرب ان هو شكله طب بالنسبة بقى بالصر السلام ده كيتون والكهول طب يبقى ده مونو اكزيم مونو اكتر طب لان هو ميزو ما قدرش اقسيهو في النص طيب التفانى اللي ده من ضمن الاكسيبشنز اللي كانت في اول محاضرة انتو ان هو بتاعتي اللي هي اللوبيلين ديت لو حطتها مع ده بتدوب في خاصة الكلوروفورم. يبقى بالصلاة اللي بتدوب في خاصة الكلوروفورم هو ده اللوبيلين ودهك من ضمن الاكسيبشن اللي عادي. اه مهم اللي هو بيدوب عندي فيه الكلورو ايه فورم. طب اللوبيلاندين ده عبارة عن ضايق الالكوهوليك خلاص دايستر 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 درافاتيب عشان انت هتحط اصائل جوروب نتيجة التفاول مع الاسيد هنا نوت فورم اكزيم عشان عشان عندكش كيتون جوروب ده ميزو كونباوند فلزلك هي اوبتيكال ان اكتف وفهمنا الكونسبت. طب ايه اصلا ايه اللي بيا واللوبيا والحاجات الكثيرة اللي انت جبتها لي ديت ايه اهمية اللوبيليا الكالويد. قالك ده بالصلاة سمحي عندها زي النيكوتين بالزبط. الناس اللي بتشرب مقاشر سجاير او بتاخد نيكوتين. فده بالصلاة عندها نفس الاكشن بتاعها بالزبط ولكن هي هي عند اويتر اكشن اقل من الايه من النيكوتين. افتجت كده كده اللي بيا مسلا كأنها فيها اكثر الناس عوضة للتاختخين فبيدخنوا كتير. فالمهم انها شبه الايه النوكوتين. اي واحد عمده استرس ايه عشان كده يعني ربنا عافينا بحقيلة والله الله الناس اللي بقيت للسجاير والحاجات دي. اه مكون متعصبة ومتنرفز مش عارف ايه عشان انت هتديره السجارتين يا حيه ده خالص ويكون كله تمام بالنسبة لك. بالنسبة له. طيب يعني ربنا عافينا واشفينا لان جسمه احنا اصلا جسمنا ذات نفسه بيفرز النيكوتين بس بكميات معينة بكونسنتريتد معين. طيب. اه انت الوقتي بنريح جسمك. عارف بالزبط. اه انت بتديله نيكوتين من بره. يعني مفهوض اسنان الجسمنا اصلا اوريدي ربنا سبحان الله تعالى. بيخليك طلع اصلا نيكوتين. طيب انت جيت قلت له لأ خلاص انت على جسم خلاص ارتاح وانا هتديك نيكوتين من بره. فجسمك ايه? 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 انا كلنا بنحب ويرروح. لما اقول لك مفيش امتحان هتذاكر يا ابني مفيش هتذاكر. لما اقول لك مفيش جنة ونورة هتحتيت لبسي الحجاب يا حبيبتي ولا ولا انت هتحترف مرورة نفسك وما تكلمش بنات ولا انت مش هتكلم ببسي الحجاب. لأ طبعا. يبقى بس سلم هات ايه? هتعمل كل المعاصي. طب لما اقول لك في جنة ونورة هتخاف. لما اقول لك في امتحان هتذاكر وهكذا. فنفس الفكر جسمك ببسي انا اديتنه نيكوتين من بره. فمش هيكون هو نيكوتين من جوه. فلما تيجي تسحبه خلاص هو بقى مواخد على البرطاعة. فبالصلاة ساميح سل بقى عندك الاعراض بتاعت الوزدرول وهكذا. فلزلك لو اللوبيلين. اللوبيلين. لوبيلين. سالفيت. دي بتتخذ كباتشات عشان اعمل لك ايه بقى? لو انا عايز اعمل الوزدرول زي ما احنا اخدنا في الفرماكولوجي والحاجات دات. لانا اقلل التأسير واخدنا بعضه في النيكوتين. لها بتاعت الاعراض بتاع الوزدرول لحد ما افضل اسحابها. خلاص. عشان ما يحصل ديش الوزدرول ايه? الوزدرول ايه? الوزدرول ايه? مشي ان الوزدرول يبدأ بعد اتخلي الناس اللي عندها تملي بتدخن وكده تلي اعمل ما شاء الله. يكون شوية يكح 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 يكون عنده سيبتم فضيعة خلاص. فهداية اه يعني بيكون عنده اه سيبتم. تمام? اللي هي البلغم. تمام? اه برونك دايليتروز يقفل برونكاي يديقها. اه يعمل اه يعني اكس بركتران طارد للبلغم. طيب نتيجة ايه اه? ومش بتطغط عشان يشتغل على سبيلات وترك وهكذا وبنضافه لك. لا. ده بيوحمل لك الرتيشن للستومك. يعني اللي استومك الجوز المحوطة يعمل لك الرتيشن. فالستومك الجوز تطلع على السفوجز بتاعك. هتبدأ تقوح وتكوح 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 لحدنا تطلع لايه? السبتم بتاعك. تمام? طيب. بعد كده بس حسنان انا دلوقتي عايز افصل خلاص ما بين التلاتة مع بعض. يعني انا دلوقتي اللي يهمني اللوبيلين ده. طيب هل انا عايز اللي هو اللوبالين واللوباندين من الاتنين اصلا اصلا اوتيكال ان اكتف انا هحتاجهم في قوم هل هوش ايه سربيتريكال يوز اوي ومش يهموني. فان هافصلهم ازاي? قال لي والله بصياسة اتي صلى على النبع على افضل سطر سلام. اول ما اقول لك ايزوليشنز. خاصة في المحاضرة دي هتلاقي كتير قوي. اول حاجة هتقول لي عليها. يعني ايه الكلام ده? تفهمها دلوقتي عشان بعد كلا بصياسة المحاضرة. دلوقتي انا عندي عندي كومبوننت في التلاتة ميكتشار مع بعض. انا عايز افصلهم مع بعض. طب هافصلها ازاي بقى يا سيدي صلى على النبع عليها افضل. السلام. اول حاجة هاقوم عاملة ايه? اول حاجة عندي هامجاريا بالسلام. الكمبوننت اللي عندي دوت في ايه? بيبقى فيه سلط. بيبقى فيه ثري بيز. يعني الميكتشار بتاع النبات اكيد انت مش هتقول لها اعطي لي بس السلطة هتقدر تاخدها الوحدة. انا عايزها في صريق التين عن بعض. طيب فانت اول حاجة عندي هتحط اتشي سي ال. طب ليه اتشي سي ال? عشان تخليها في حقيقة ووتر سوليبل. جميل. يبقى انت بالسلام حطيتها في ووتر سوليبل. ليه? علشان تخلي كل الحاجات اللي عندك تدربها في مياه. مع ناصح. طب بعدين. انت طبع مع ايه زي الطريقة من الحير بذات نفسيا. انت عايز تجيبها من الحير بالنبات وتحامكه وعايز تفسل من نون لوبالين. طيب هتلاقي عندك ببقى لك ايه كل عندك لوبالين اتش سي ال ده بيدوب في المياه. اللوبالين اتش سي ال ال هيضوب في المياه. ده هتضوب في المياه. هو ببقى الا الكولييد الثانية لو انت عندك الكوليد او باقي الديفرنس صولت اللي عندك. هيتم هم يكون لك صولت زائد مع الحاجات كمبونتز مثلا حاجات الأورجانيك مثلا الحاجات الفلوطايل اويل فكسد اويل وهكذا موجودة معاك هتلاقي معمولة على هيئة ايه اه 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 دهوت بس السلم طبقتي حلوة قوي طب انت الوقت فصلت الحاجات بتاعتها بالالكرويد بالسلم سلمت عايزة بعد كده تيجي تعمل لي ايه تحطي لي أورجانيك سولفنط عشان تقدر تشلي الأورجانيك سولفنط طب ليه عشان بس السلم انا لن الأورجانيك سولفنت هتروح هيجي تاخد لكلية سبستانس والموتلك تموتلك 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 مش هيبقى لك غير الأولكالويد بتاعك اللي انت عايز تفصلونه زائد الى بتحب المياه طب انت عايز بالسلمت تتخلص من الى بتحب المياه طب وميبقاش معك ايه انه لا يبقاش عندك ارجانك سبستانس هتقوم هجي ceiling خطوة ايه بالسلمت عائس اللي اتقوم بلي تحط لي هلكالكالوايد سبستانس سب لي مسلا عامونيا اي حاجات دي كانت ساولت بقتها إلى تفعل فعصيا أفضل من البييز قال لك عشان بالصلاة سانتو بقى soluble يعني ايه الكلام دوت يعني بالصلاة سانتو بقى soluble يعني ايه انت الوقت معاك مادتين اللي اتنين بيحبوا المية طيب انت عندك option انت مادة منهم تخليها تحب الأوجانيك solvent عشان تقدر تتخلص من المية ده اللي ما تحب الايه المية فبالصلاة سانتو خليتها فقية free base اللي هي ما بيتدوبش في المية فقدر تفصلها عندك طيب بعد كده بالصلاة سانتو جاي عامل لي ايه طيب طبعا انت جدا خلاص عملت الاكستراكتت بتاعك بقى بالصلاة سان ما بقاش عندك غير free base يبقى بيقول لك ان انت اول حاجة هتحط مية مع اسيتك اسد ليه بحطها مع اسيتك اسد علشان بالصلاة سانتو خليها في هيئة ايه هيئة اه صوت عشان هي اصلا بيز احنا عارفين ايه الكلود عبارة عن بيز اكسابستنس او هالقلائن سابستنس او انا خليتها في اسيتك اسد عشان تبقى صوت فتكون دايبة في المية طب بعد مدودتها كده اقوم جايبة بالصلاة سان اقدر اعمل ايه اكستراكت او ايثر طب ليه اعمل اكستراكت او ايثر علشان بالصلاة سان اقوم فاصلة الحاجات ال ايه الورجانك سابستنس بعد كده اعمال لك هو قبل ما اعمل الايثر دوت اعمال لك الكالايزيشنز وزي السوديوم كربونات عشان بالصلاة سان يخلي لك في هيئة free base بعد كده اصلا بيز اي فابريشن وحطي لك اتش سيل وحطي لك كولوم فورل لكي يستطيع التخلص منك قال لك اللوبالين الوحيد اللوبالين HCL هذا هو الصوت الوحيد الذي يستطيع عمله إكستراكت في الكولوروفور وهذا من ضمن الإكسبشن وهي الأورجانيك سابسنسل يبقى لو أريد أن أفصل اللوبالين من اللوبالين أو اللوبالين فأقوم بعملها في هاية HCL في إكستراكت في الكولوروفور كده خلصنا أول علاو و قم ردينا بسيط كده خط هذه الوحيدة الوحيدة ده اهم واحد عندي والميصال البليترين والأيزو بليترين والسود بليترين تمام البليترين يسترشى بتاعه عمل ايه زي ما انت شايف كده استرشى عمل زيك انه بالضبط بيجرجر حاجه وراه يعني بسرطة لو انا رسمت هنا وشه بيضحك هتلاقي بيجرجر حاجه عمل زي الدودة عمل زي الدودة بسرطة كده كده كأنه رمان بيعيش جوا دودة تمام وهتلاقي عنده هنا بسرطة لان اسمها ايه ده دهجرو وهنا على الان في ايه في اخر طيب حلو قالك الارض لو هي اتش هتلبس ما البليترين طب لو هي ميصال جروفة اسمها ميصال البليترين طيب لو انا جيت بالصلاة سلام جيت خليتها لك ايزو يعيز اجيب الايزو مربطها قالك هتعمل لها ازاي؟ هتقول لها ازاي كاني قلب هذا يعني غير كاربونايل جروفة خليها كيتون جروفة زي ما انت شايف كده فتبقى طب انت شايف كده بالصلاة سلام هنا حطني ميصال وخليها فهي ايه فهي كيتون البيوتريلين يقول لك البيوتريلين البيوتريلين عايز اقول لك بس لحكة قال لك رمان سبحان الله انه رحمة ربنا فينا وحكمته انه هو عمل لك البيوتريلين المادة بتاعته لا يحصله في الاسطومك بتاعتك انه مادة الالكريلين البيوتريلين ال� SAR هذا فضيعة جدا سمتم سلام انه usa اقول لك اقول لك هو موجود في الق balance انه اولا من الجهễة ف sabem يؤثر لكiana ويأصل لك على الحاجات الموجودة في السمك فيما يصلك على الحاجات الموجودة عندها يلمص ديدان والوورم والأسكاريس وهي مضاد للديدان الموجودة عندك خاصة الديدان الموجودة عندها أو الأسكاريس ويستخدم مضاد التينية والفانجاي والفيرم وفانجاي ويستخدم الموجودة عندها تنية فورم لذلك تنية فورم لذلك كان يشتغل الوكال على الانتستان ثمانا بعد ذلك تنية فورم أو تقوم بتطلعه في النهاية أول شيء أهما شيء أريد أن تقوم بتطلعه في حاجة فورم رحلة البليترين موجود في حاجة تنية بليترين تنية أريد أن تخلص منه فأعمل ماذا؟ أريد أن تتخلص منه ويجعلها في حاجة فورم بمعنى صاحا لذلك يجب أن تستغرين الكالسيم هادروكسيد لذلك كالسيم هادروكسيد كالسيم هادروكسيد بلترين تانيت وما بين المعنى صح يرصب لك التانيت ويخلى لك فائد بري بيس يعني الكالتيم و هيدروكسايد يفصل لك التانيت ويخلى لك فائد فري بيس بدي م smells احتفل بعد الآن يضرب حتى الزكزум وحتى احتفال توفيف الماء لذلك مع تحت Kampf فقد مستخفضت ذهب مثلا هي خطوات بتاعت. ايه? 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 بتاعت الحدود. المهم يعني بلصمت وحطت لي. هي عبارة عن. كون لك. بحط لي كاربونات. عشان تخليها ترجع لك ثاني. يبكى انك بالضبط تتعمل ايه? ثاني. او بيز. ايه? سوت ايه? بيس. تمام? عشان ندفل بوريك. وبحط بالسلام ايه كلور فور? طب ليه خلطة فري بيز الجزء الاورجانيك هو ده اللي هيكون فيه البليترات بتاعي لانا عايزها البليترين اه عمله افبوريشن خلاص ده بيبقى فري بيز وهكذا هيكون هاي السود ده بيبقى هايه السود ده بيبقى هايه سود ده بيكون فهية نيسال ده بيبقى ايلي كان ده ما هي مليش ما هو ما انت هتفهم الكمسل بتاعتي طب الاسادك ده بيبقى هايه اصد اللي افاسيت اكوس خلاص في اكوس ميديم اللي هو الايز بليترات اتشي سي اد مع السود دي ما هادرقصاد وكلور فور من الحوارات دي كل لايحصل لك ما يهملش كل الكلام دوت لما جيت جيت في الامتاح انا هيسألك يقولك هاوتو سيباريت البوليميترات اه اول حاجة هتقول لي لانا لازم اقصر الايه البيليترات طريق تاريخ القليلية والكالسيوم اه اي ربي. وحضر كالسيوم هو بعد كده تبدأ باسد باسد بيز بروفوركيشن زو حاجة. باستثير من الالكالويد التايت اللي عندي اسمه الكونيوم الكالويد ده باسقلة شبه الدودة بالضبط بطاعة المره اللي فاتت. اللي هو بتاع البليترات ولكن فرق البليترات كان بيكون في يوجد قلوه يوجد قلوه كالضهاية مجموعة أما لا يوجد قلوه يوجد قلوه يوجد قلوه مجموعة قرائد معنا معكم اهم دين اتنين دون كونين والكونيسين مثل هي أهم الأسمين يمكن ما تستخدم ايذ انها تكون مهند الان مستخدم jaki هي نيرو ماسكيلر بلوكر انا نيو ماسكيلر بلوكر هذا نيرو ماسكيلر بلوكر يعني انه يتملك من يناس لك تنزيف و تقول لك بالنيرف و تقليل لك الفئر كأنها مسكنة أو مخدرة للألم لأن النيرف يوصل إشارة للبريل وهذا الطريقة بإعدام سكرات هذا مادة صفيري طاقسي جدا وممكن أن نستخدمها مخدر موضعي مع الناس الذين لديها شرخ شرعي أو الناس الذين لديها هيمورايدز التوكسوس يحصل لك كده اخلصنا بالصامل الالكالويد كده يشاطر عبارة عن بيردين اتكلمنا على ثلاثة لابتا على ليبيا لاني لديها رمان لابتا تحب رمان الالكالويد أميها التوروبانغروب التوروبانغروب عبارة عن باي سايكل حلقة موابة 1-2-3-4-5 2-2-3-4-5 تبقى خمسة ممبر ناشية والتانية تبقى سيكس ممبر رينج تبقى انا عندي تروبان انا كنت اتخاذ ايه تروبان مثلا ايه يعني كنت الحقيقة بانت الحقيقة بانت للنوع ايه كانت 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 بين شكل واحدة ولكن الحقيقة بانت انها عبارة عن سيكلك ممبر رينج عبارة عن واحدة ستة وحلقة خمسية اللي اتنين حصلوهم فيوز مع بعض فبقت سيفن ممبر رينج بقى شكلة زم انت شايف كده البايرينول البايروليدين مع البيبردين كل الحاجات تكون في كاربون رقم كام واحد و كام واحدة و خمسة طبعا ده عندك كيرالسينتر اللي هي واحد و خمسة عشان كده بتبقى اوبتيكال اكتف طيب قال لك بصلا سلا انت عدد انت عندك 2 اسمتريك كاربون فذلك بط التروبان طب ليه؟ رحنا كده بصينا كده بصلا سلام على الشكل ده هل من شاء الله ممكن نقسيمه؟ اه من شاء الله ممكن نقسيم كده اه من شاء الله ممكن نقسيم كده فبالصلا سلام لذلك هو اوبتيكال اكتف نتيجة الانترنال كومبانسيشنز او ميزو كومباوند و هكذا او تبقى لك راسبك مكتشير في الاخر يبقى التروبان الالكالويد ده بصلا سلامتو بأعبار عن اوبتيكال اكتف طب الالكزامل بتاعتنا اللي اخده هي عبار عن استر اوف الالكوهوليك بيز و سبسيفيك ارجانيك بيز و ده نتكلم دلوقتي عشان تفهمها بالتفصيل طب البيرانت بتاعي زي ما انت شايف كده ده البيرانت الاساس بتاعي ده عبار عن ايه عنده صفر الالكالويد عنده العديد من الالكالويد بتيجي من نمبر من الفامي ده اهم عيلة عندي ولي تهمني جدا 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 فهمني سولانيسي اللي هنتكلم عليها و بعد كده برضو هنتكلم عليها بالمثلة هي سوروك اوكسيليز سولانيسي خلاص يبقى دي سوروك ليزيز ديت بالمثلة هوا زي الكوكايين الكوكايين ده بس لما يكلم عليه هي هو بس الوحيد و ده مهم جدا 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 و هي حاجات المهم العادي المهم دلوقتي بس لحشان انت في حيامات الاستر اوتها بتاع الايه بتاعت التربان ايه رينج التربان رينج ستكون عبارة عن استر يبقى انت اول شيء اخذتها باسترال سلام عندك البايريدين رينج اللي هي اسمناها تاتاكلاس اللي هي عبارة عن ليبيا و رمان والكونين اللي هي كأنها ليبيا و رمان و كونين ايه الكلويد بعد ذلك سنتحدث عن التربان التربان تكون عبارة عن استر رينج داني هي عمالة استر رينج وهي بفعلت اصد مع بيس اللي هي تريد كلاس تحص chuck Tibf اول حاجة لو انت هتستخدم الكهول ايه طيب اف الالكوهول هل انت عايز تعرفها؟ قال لي والله يا غافيلي تروبان وده ولسكوبين والإيكوجينين يا غافيلي الثلاثة دول بس الاستخدام مش مهم السودو تروبين عارف الله ما جاء عن نفسهم بس ما عليك ده بيستخدم او ما تلاقي عندك انه انا اكيد عندي او اتش عندي في كله لازم يكون او اتش عشان ده الجزء الالكوهوليك اللي عدي عشان اللي هو هاجب له أسد يتفعل الالتين مع بعض ويعمل لك استربوند كده كده كوانت التروبان ايه المهم اول حاجة عندي التروبين التروبين ده بيستخدم في بوزيشن ثلاثة عنده او اتش خلاص خلصت الحد وتجميل طيب السكوبين السكوبين قال لي بيستخدم انا عندي او اتش في بوزيشن ثلاثة ولكن مع ذلك عندي بيستخدم ايبوكسايد او ايبوكسي زي ما انت شايف كده مع بوزيشن ستة وسبعة الاتنين سبتة وسبعة ميسكو مع بعض وعمل لك ايبوكسايد افتكي كده سكوبين خلاص كده بتقول سكوبين يعني انك ماسك اللي هو المائك اللي هو اسمه ايه سبسكوب اللي هو بتاع الفضاء ده اللي تحطه في عينك ده عشان تشوفين حاجات البعيدة اسمه مايكوسكوب او حاجة كده يعني اللي هو السكوب تمام؟ فده بيستخدم حاجة بتكبر لك الحاجة فانتك انك عندك اثنين اسكوبين فانتك الايبوكسايد اا من موتي وبعندك الايكوجينين ده بيبقى عندك كاربوكساينك واي تمام؟ الايكوجينين ده بقى هتلاقي اتناع اصد والكوهل طب يبما معنى كده ده ممكن استخدمه لانا اعمل هنا كم اسطر اعمل اثنين اسطر بفعليك يبقى ده ضايق ايه ضايق استر عندي تمام? اللي هو الايكوجينين وهنتكلم عليها الاشنبي نراه المترجم الى الاختباع المهم هو ؟ لو لقيت او ايتش يسمى التروبين لو لقيت او ايبوكسيلي و او ايتش يسمى الاسد سيكون اسماه الائكوجيني اصدقائي انهي الاسد يهمني اى تروبك ااسد اقول لي والله. بالصلاة صحيح يا الولاي دي الشكل دوت. خلاص إذا ما انت شايفو كده. ولكن دي اللي فورم يعني دي اتده او بلو زبلين. احنا عرفين من الوجانك العلامة دي معناه اللي هو بلو زبلين. طب لو هي كده باستخدام عند زي المروحة كده وملونة كده سودة وبالقي ده باستخدام تبقى اباف زبلين. طب لو هي لاين كده. يبقى هو مش محدد هالك. طب انت لو لقسيها كده. دي باستخدام سلانيسي الكالويد سلانيسي الكالويد الاستجاب الناسي سلانيسي سلانيسي مع بعض الكلام دوت اللي احنا ايه خدناه عنا. اتوفر عندك الشرطين مبروك عليك انت ايه? بصلا سلام كده انت جاي منها. يبقى مين ازات الايه? التوربين دي اهم حاجة عندي. النان توربين زي مسانة توباكو زي السولانيام كل الحوارات دي عندي ايه? عرغم ان فيها توربين. سريا هيا قصدي فاملي هي مش فاملي سولانيسي ليه? لان اصل عرغم انها جاي من فاملي سولانيسي ولكني بتاعتها مش توربين. عرغم كده انها مش ايه مش فا اه 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 طب ايه بقى التلاتة التوعي لو انت جيت شفت الاستكشرة ده ما تتخطيش خالص 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 خد نفس عميق وصلي عناب عليها ده السلام هاد اول حاجة هتدور لي عليها ايه هتشوف النايتوجين لقيت النايتوجين جوا سايكلك حلوة قوي طب بعدين هتشي بدأ تشوف لي بقى الايه بتاعتي لقيت هنا في استر هي تسي او او ار وهنا ار بالصد سلم انت لقيت استر بونت طب هتعمل ايه اكسر لي من هنا نحيط الاستر تمام بدي خليتها الوحدة وده خليتها الوحدة ده مش بيفكرك بحاجة برافو عليك لو انت قلت التوربين يبقى ده برافو عليك ممتاز اللي هي كتانهي اللي كان بيكون فيها او اتش عندي بصد سلم في موزيشن 3 طيب بعد كده بصد سلم انت قصرت هنا الجوز الاسيدك ده الجوز الاسيدك ده مش بيفكرك في حاجة بي أفكرك ان تربع عليك ما هو التروبيك أسد ليه علشان ديت التاشد فلذلك يبقى من النوع عبارة عن المصر يبقى ده كم تربين في حين التربين زاد نفسه قواتيكا هذه المحاصلة مع بعض اللين ح moles تPSKU مع بعض الآخر مع واحد شوطر. فبالسلسل محاصلة ان انا شايف الشوطر بس. فهي دي بقت ايه اكتف. اللي هو الايه اول واحد عندي. اللي هو الهايو سايمين. زي ما انت شايف كده ده اكتف. وده بتاعته. طب ايه اخبار الاتروبين? نفس الفكرة نقصر من هنا ونشوف. دي بالسلسلسل ايه? عادي جدا. طب هنا لا. هل هو كاتب لك هو عمل لك اللي هو بلوزابلين? لا. هل هو لك دتاشت كده لتحت، لك ضجد وال trazerت أبيضلا. يا صور ليه ليش محور لهليك يبدال عبارة عن ميكتر. اللي هو دي اله اثروبين واليód نكون ويكون في علمك الاتروبين ده مستحيلة لقيه في الصفا serving. طب لين مستحيلة لقيه في الصفاشر لهليك لاني بحض particularly ups المنصر ل picking up of uh يعني الاتروبين ده بيجن نتيجة بتاعت الهايو سايمين. وهنقول لك إزاي دلوقتي كمان شوية. الهايوسين ده اخر واحدة اللي هو الاسكلوبامين ونقسمه كده سكلوبامين كأنه جاي بقى نيوكلاس بتاعته الجزء الالكوحوليك بتاعه اكيد هيكون ايه? اللي هو عبارة عن سكوبين برافو عليك. لو انت قسرت كده بالسلسة ما تلاقيها سكوبين عشان انت عندك هناك ابوكسايد رينج وده هو بالسلسة اللي هو اللي عندك. عشان كده سميناها سكوبامين وده بيبقى اللي فورم وهو بيعني اكتب في النهاية. طيب اول حاجة نتكلم عن ايه? الهايوسايمين. الهايوسايمين اتفاقنا خلاص عبارة عن ايه? بالسلسة ما نبص نيكلاس نكسر ده التروبين. التروبين رينج. وده بالسلسة ما ايه? اللي هو التروبك اسل. تمام? ده اللي فورم في اوبتيكال اكتب في الاخر. الاتروبين ده الشكل بتاعه احنا خلاص عرفناه. ليه جدنا الاتنين مع بعض? لان الاتروبين ما بلاقهوش نيوترال خالص 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 ده بيجي نتيجة مع نتيجة تفاعلات او حاجة بعملها في الهايوسايمين. طيب موجود فين? قلت لي دوتورا قلت لي هايوسايمس. قلت اتروبا باللودنة تحسيب لك صاحب اذن الرحمة. طيب ايه بقى الفيزيكال بتاعتي او الكيميكال ايدنتفيكيشن وكزا? قلي بسترسلنا وانتي جبتي الهايوسايمين. لو جبت الهايوسايمين اللي هو اللي عندك ده. الجميل دوت. وجتي حطيتي عليه ده الاسد اولا الاسد احنا عارفين بيكون في اي حاجة استرونج. هو ايه? الاسد ده بص بستني على الشعره ويبصي بالضبط فكرة الاتنين من جوزين واستنيين على الشعره اللي هم يتطلقوا. هي ده. الاسد دول بسترسل ما سكين مع بعضهم مش طريق مع بعض. فهيستنين على شعر اي حاجة هتحطها لي. ههم يتكسر هتونو عمل ايه? طيب لما بعمل هكي قسر بعمل يعني يعني بديك يعني يعني لو انا حطيت ضايل اسد ده هيتفك عادي جدا زي ما هو اللي هو التروبين. طب ده بالصلاة سلام ده مفروض هو ده ايه? ده بتاع الايه? بتاع الاتروبك اسد. اللي بالصلاة سلام هو القسر هتحول الاتروبين اللي هو الجزء الاتروبك اسد. يعني ايه الكلام دوت? يعني دلوقتي افتكي كده الاستر زي الاتنين من جوزين مش طريقين بعض. مستني شعر اي حاجة ضايل اسد اي حاجة هصلك لي سميزيشن. يعني هيديك مش هيكون هاديك الجزء الاتروبين ده تمام? فليزلك بالصلاة سلام هيديك الايه? الاتروبين. ليه? لان انا قصرتي من هنا ما بدأ ايه? وبدأ يحصل للجزء دوت بدل ما هو كان هتحول للنيوكلاس التالية اللي هي الاتروبين ده خمسين دي وخمسين ال. فبالصلاة في الاخر المحصلة بقت في الاخر. ان هي عبارة عن نصيبك ميكتشار وبالصلاة سلام بقت ايه? بتاع ايه? بقت الايه? الاتروبين. طيب. لو انا هافرد سألتك سؤال جدا سهل قوي يعني مش سهل سهل. سؤال يعني محتاج شوية. ولتلك انا افرد انا عايز اقصر اعمل ولكن يطلع لي ده. يطلع لي الاتروبك اسد. الاتروبك اسد عادي جدا ما يطلع ليش راسبك منه لاني بقول لك اي حاجة على طول اي حاجة هتعملها لك اي مشكلة هتلاقيه على طول انفصلوا عن بعض. فبالصلاة سب انا مش عايز احصل كده. ماشي? عايز اطلعه بالهيئة دي. ستنفسه ده بالهيئة دي. ما عنديش مشكلة في اللي فوق. عندي مشكلة في اللي تحت ده. ايزا خليه الاي اي اتروبك اسد زي ما هو. في حاجة خدناها في الباوركامست اللي اسمها الانزيماتيك هايدروليسيز. اللي انا اقصر عن طريل انزيم. انزيم ده ما بيفهمش شكل الحاجة واحدة. والله يقصر ناحية اليمين. لو لقيت الحاجة قدامك ليمين اقطع ادراعه اليمين. اا قصر ناحية شمال. لو لقيت رعه شمال هتقطع ناحية الشمال. اي قصر ناحية الاتنين. فهنا هدي له انزيم معين يكون بيقصر ناحية هنا بالزبط بحس يطلع لي دوت من غير ما يعمل لي ده. ده حطيت ضايل الالقلائل هيحصل لنافس الفكرة. طيب لو انا استخدمت بقى الهاي سايمين. وبالصلاة سلام استخدمت برضو معاتي برضو نفس الفكرة هيطلع لي الايه? الاتروبيل. طيب لو انا بالصلاة سلام استخدمت بقى ايه? الهاي سايمين مع الضايل مع حرارة. خلاص مع حرارة. اه مع بالصلاة سلامة على القلائل. كل الحاجات دي هيديك دي. يعني ايه الكلام دوت? يعني الضايل? الضايل بس يعمل لك ايه? يعمل لك يحول لك ده لجزء ايه? يعني يعمل لك ولكن الشكل ده كله على بعضه موجود. الضايل ضعيفة. فاي اقصى حاجة تعملها انه تخليك ديته بقى صورت كده وتخليها لك طيب لو حطيت حطيت عالي. حطيت ضايل مع حرارة سخنة. عملت معي اعاجات تفاعلات قوية. هبدأ بقى اقصرها. ولما اقصر هديك الجزء بقى اللي هو اللي هو مع التروبين اللي عندي. تمام? لو محدش واضح عنده الفكرة دي تيقول لي تحت في الكومنت هكاله مرة واثنين وتحتة عشر ما عندش ايه مشكلة. طيب. الاتروبين عندي دي ايل و ايه? هاي يسايميني التفايل دا ما بيجيش من ناتور البوردكت وعرفنا ازاي? وده اوبتيكال اين اكتف جاي من آآ جاي بالسلسام الفاميلي سوليليس ايه ماشي بوليدونيا هيصايمين ما علينا. ده ما بيكونش موجود ابدا ابدا ناتورل عشان هارفنا ايه السبب. وكمان بالسلسام ده نتيجة جاي من هيصايمين نتيجة بتاعتي عملتوا اثناء بتاعتي. لو انا استخدمت الاتروبين مع ضايل حرارة ضايل حرارة لما ده احصل مع كلها هذا العمر الطريءuje بالسلسام أردن كنسنطريشن يكسروا عندك. يعني هي Antichronergic effect. فإلي بيحصل اول حاجة تمسك مع الماسكرانيك ريسبترز الموجودة عندي. فدهه أو كومباتاتيف انهيبتور او كومباتاتف بلوكر الاسطائل كولين. الاسطائل كولين ده اصلي بديك على الماسكرانيك ريسبترز. المهم هو عمل لك بلوك للايي Who to attack the muscle that's on you. فإلي بيحصل لك اللعبور بارسيمباسروليتك كل حاجة البيزيزيزاتيك اللي كان بيعملها لك بيزودها لك بيزود لك حركة الدخول للحمام حركة يزود لك كل الحاجات دي هتتعاكس وهتتقلب لضدها ان هتقل هيحصل لك بصلاة سام مش عايز تخش الحمام اه الهارت ريت كان بصلاة سام بيقلله لك فهيتلاقي الهارت ريت زاد اللي يقلل باراسم باساتك دي احنا عارفين كلنا اللي هو ات ايه اترس طيب ايه كمان بصلاة سام هيقل لك هينشفك مش عايف ايه كل الكلام دوت وكمان بصلاة سام اهي كل حاجات دي هت ايه هتقل عندك تماما طيب يبقى لذلك ممكن نستخدمه في ايه كمان في عين هيعمل لك ايه ميدرايسيز يعني وسع لك حضقة عين ده الاتروبين اصلا البراسمباساتيك او استيكولين بيقاديا لك عميل لك ميوزة عشان كده كنا نستخدمه فهلاجة الكولوكومة طب هنا لا مش هعمل لك كده داعي بلاجع عكس هيكون كنترا انديكيشن في الجلوكومة لاني انا وسعت حضقة العين فزودت الضغط على العين فبالصلاة سام زكيني بزودت الانترا اوبتيكال برجر مش كأنية وفايا ندار اكتر على اللي حصل فطبعا ده كنترا انديكيشن في الجلوكومة طب انا باستخدمه ليه عشان عمل دايجنوزيز لو انا عايز اشوف الحضقة بتاعت العين وعمل لها دكتور العين يقوم وعمل لك بالصلاة سلام اتروبين ولكن مشكلة انهم بيعود شوية ايه عندك طب ايه كمان بالصلاة سلام انا..i عمد سبازم دي نتيجة ايه? آآ تقلصات وبمشهربية وكده نتيجة حركة واضعتها الزيادة طب انا عايز اقللها بالصلاة ليه تسل موتك طيب يدي من التس Murad banks say to those behalf وق Scandinavian Look at Davis او ما يكون فيه فوت بيحصل لك بيت فتح يعني احصل له ريلاكسيشا بما نصح ونزل لك الاستول وتطلع عندك الفيسس وخلصة الحدود طيب انا دلوقتي باستثم عندي تقلصات فيه مش غاز يتفتح عملاكل ويجي تتخزن 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 ومش غاز يتفتح طيب انا وديت له حاجة هو ده بيشتغل اسناء السنبساتك خلاص ده بيشتغل اسناء قصد البراسنبساتك لان كده انت باللوجيك لما كنت عايد في حراحة الروح هتخش الحمام عادي ولكن لما كنت خايف مش هتخش الحمام هكاس المهم يعني لما تيجي بالسناء السلام انت وقفته يعني هو مقفول خلاص في البراسنبساتك فيبدأ يحصل لك ايه كأنك عملت عكس البراسنبساتك فيبدأ بيت فتح فيبدأ يحصل لك الاسبازم للتقلصات اللي عندك والقلم اللي عندك كمان اي اسبازم عندك اي حاجة في الاسبازم الاي بي اس اللي هو الاريتابول باول سندروم الناس اللي عندها قولول العصبي والكلام ده بالسلام نتيجة حركة الجرائيتي الزيادة فبغض بالسلام بيقليل لك البيل الناس اللي عندها في البيل بيكون عندها سست عندها حصوة فده بالسلام الحصوة او ما تتكون جسمك بيبدأ بيبدأ عملك كنتراكشن ويبدأ يحاول يدويبه وعايز يتخلص منه طبعا عشان ايه اقلل الالم بتاعها فتديك حاجة سموستجلاكسنت او انت مضادة للتقلصيت بحيث ان ها تقلل لك الالم ومعها جانب العلاج ونفس الفكر لو انت عندك يسخل ايه ممكن استخدمه كأنتي دوت للمين لان الارغان وفوسفيت لأن الأورجان وفوسفيت دي كانت تمسك في مين بقى؟ كانت تمسك في الأسي اي ايه الأسي اي دوت؟ طبعاً الفرما اللي كان بيتكسر لك فمعنى كده الأسطار الكولين زادت فكأنه تحت البراثين بساتك زادت فلوما انا بالصلاة سلام اكون لأورجانيك اللي هي السماد والحاجات ديت يبقى انا عملت بلوكينج لأسطار الكولينزيدي حبيبي اذا ما انت عايز ولكن انا اقفل ريسيبتورز بتاعي مش رتيجة اعود معي حمام او هيعمل عليها مثلاً او بصوصاً يعود يريل وكل حاجات ديئة كده لن يكون حبة لذلك اقلل كلها اللي عندي قبل العملية يبقى الفرماكوليشيكاليوز عمتاً لعينة فاميسونيسية هي 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 على طول استخدام كمايدراتيك تفاصل عيضة العين في الجولوكوما بري اناساتيكس اللي هي الناس اللي قبل المخدرات نخوضها عشان تنعمل السطوب بتاعتي كل الحوارات دي كلها استراد افكت اكيد هيكون عندك دراينيس هيكون عندك زغلالة في عينك مش عايف تشوف كويس فلذلك طبعاً تكون مصد بي يعني باستخدام لازم تكون محاذر جداً 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 مع الناس اللي عندها بروستاتيك هايبركليجيا رينالا كل الناس دي لازم تكون حاذر جداً مع الاستخدام بتاعها بعد كده من بعد كده عندي باستخدام اللي هو الهايوسين الاسكوبالامين الاسكوبالامين ده بالتفان هو عبار عن ايه عنده اللي هي الاسكوبين خلاص ومعاه هنا مين ده بالتفاني اللي هو برضو اللي تقوبك أسد خلاص مموضوع بقصير جداً عشان جداً سميناه السكوبالامين ده بنا موجود في مهم الماشي وخلاص عرفنا الاورجين بتاعه ده بيبقى اوبتيكال اكتف عادي جداً لان انت عندك اصطنة تقفيك أسد موجود اه بيبقى ليفوفوم ده بيبقى بصاصة سوليبل في الاسانول او في الكروفوم او الاسكوب بيكون دايب عادي طيب انزاماتك هالدوراسيس لو انا عايز بصاصة ما اقصته زي ما هو بالضبط خلاص لو عايز اطلع الالي فوم انزاماتك هالدوراسيس بالانزامة انزاماتك هالدوراسيس بالانزامة ايه هيديني النيوكلاس زي ما هي ازدي تيل لو اجبت له الالكالين او او باسيدك سيحصل لي ايه هيبدأ يتحول لي هيبدأ يحصل دايب الاسكوبالامين او هنا بقى بصاصة هل نتخلي بالك هنا بقى في حاجة زيادة عندي في الهايوسين هالكاليسترقشير ان اتفنى لقى البقى كنت انقصر عادي تحول بالكالوالي او اللي هي الالكالي هذا بصاصة بتفضل لما بيجي وحط عليه وضع فتبدأ تلعاب مع الالكالي ويهصل لك انه انتراسيكليزيشان يتحول للاوزين ما بين بقى مين ومين مداما هي كانت الالكالي كانت هناك نتيجة ايه سبب؟ ايه سبب عدم الاستبيلتي ديت؟ للا الابوكسايد رينج دي عليها الاسترونج كثير فبتسحب اصلا الايكترون من النيتروجين فبتقليلك البزيزتي فتقليها انستيرول فبالصصام هي مش مرتاحة بمعنى صح فتغير بدل ما هيكت عاملة رينج ديت ما بين 6 و 7 هتخليها بين 6 و 3. انا احب ان احب 6 و 3 فهتعملك طبيعيا جدا مجرد ما تحط اي ضيل وتديك الحاجة سبقى ليا ال اوزيزيين تمام? تهل الاسترشة بالتح victory każdy listening to a بيتين جنوية. هاستخدم بقى بسلسامي. فقال لي اعمل حاجة اسمها لها الهوماتروبيك. الهوماتروبيين. يعني الهوماتروبيين دي حاجة طب اسمها من الوضاي التروبيين. المهم انت اعرف بس اللي هيك قلمة هوماتروبيين. ده عبارة من التروبيين. آآ طبعا هتبقى عبارة عن ايه بالسلسامي. عبارة عن تروبيين بيزدال من لبتاعي. وبذلك كده بدلا ما كنت مثلا بستخدم بقى بسلسامي بيحصل دي الهوماتروبيين. هتبقى مستخدمة اكتر في خاصة في الناس اللي هي بتاع الاستيرجين. كان الاول بيستخدم اتروبيين. لان المريض بعدين بيعمل فصح الفصح للعين. يفضل معال بتاع المدة عشان الاكشن يخلص ويتهي. يفضل عند بسل يومين او يوم. يعود مع مدة طويلة جدا. طبعا ما بيحبش كده تركبه دائمين كده. فقالوا نعمل الهامو التروبيين دي بحيس انها تبقى حاجة ضعيفة. عشان كده حطيت الملك اسد بدلا ما نحطها اللي هو التروبيك اسد. آآ ده بستخدام بتبقى هايبوتونيك بنوامة شوية لو هي في سمول اي دوس. ده كده بتاعي نفس الفكرة تروبيين مع الملك اسد. آآ اللي حصل عندي بستخدام دي كده كربوكسيليك اسد مع الالكوحل فقط مية وكون لك الهامو تروبيين. طيب. السلونيسي الكوليت طبعا انا عايزة من لها خلاص احنا عرفينها مين للعملي. اللي هو بستخدام عن طايل ايه? ايه? بجيب بتاع بتاع السلونيسي وحط كونكوسالفويك اسد وهيديك اول حاجة طبعا طبعا تبلي ايفوريت وهكزا. بعد كده تحط انا عايزة افصل الهايوسين بالذات. انا بقول لك اي حاجة تانية. ولكن ده برضو مهم عشان بيعتمد على ايه? على حسب البزيزتي بتاعتي. على حسب الكدرة بتاعت البيزيك. الهايوسين عنده اللي هو بس سلام ايه? عنده اللي هو سكوبالامين. عنده الابوكسايد دي بتخليه بتخليه فيري فيري ويك بيز. فده بيبقى جدا 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 اللي هو الهايوسين. فلزلك هجيب له ويك بيز. الويك بيز ما تقدرش تتفعيل مع الحاجات الاسترونج. الاسترونج بيز ما تقدرش تيجي انا بقى اعرف الضبط فاكرة واحد هيخش تخليه مع ثلاثة واحد وفنطوع خالص وازغر منه ومسلوع كده. والتاني كبير وطويل وكبارة شوية والتالت اكبر ومقلبز وكبير هيمسكوا يدقوا بمعنى صاحب الثلاثان زي المسمور. فقال لك انا هخشها ايه اتقرأشها الاول او ابدأ بس اللي على قد الطفل الصغير هتشطر عليه. فهو مين دوت عندي الغيوسين? ازغر حرفي فيهم. ازغر كلام فيهم. السغنطوت. اللي الزمان حتى فانا رفيع في الكلمة. فهو محط له عليه مثلا ايه بوتاسيوم بايكربونات بوتاسيوم كربونات اي حاجات دي هي ايه هي تكسر. وبالصلاة سلام ها عمله كده اخلصي من الهايوسين. طيب بعد كده بعد كده هقوم جاية عاملة ايه بالصلاة سلام هقوم جايبها الهايوسين والاتروبينة. عايزة اللي اتنين دول فانا هخالي الهايوسين ازاي. قال لك والله الاتروبينة تفصلوا من الهايوسين في السوريبانت بتاعت الاوكزاليك اسيد. وجده انه اللي لما بتحط عندك بالصلاة سلام الاوكزاليك اسيد والاسيتون والايسر الاتروبين هيحصل له بيبيتي يرسب عندك. اما الهايوسين مش هيرسب. يبقى انت كده فصلتهم الاتنين عن بعض. ده دايجرام وضح لك اللي عندك معاك الثلاثة الكالويد عندك. اول حاجة بالصلاة سلامة تعتمد على ايه? على الاختياف في البزيزة دي. فتحط لي القلاين بيز ضعيف جدا جدا جدا. هيتشطر عامين وتحطي ايسر. طب ليه? علشان نتخلص منه. واحدة واحدة. صلى على الناب على ايه ده السوري بيز. طيب خلصت منه بمعنى صح. ايه? فصلته? وخلاص ترسب. وهو السلط ده هيرسب. وقمت عملت وزا الايسر خدت مين بمعايا? الايه بقى الايسر? خلاص بقى فيه بالصلاة سلام. اللي هو الهايوسين. ده طب انا ليه? حطيت اصلا بيز وهو اريدي انا عارفة الهايوسين ده بيز. مش هيكون لك سلط. فلذلك بالصلاة سيترده بمعنى صح اكتر. هيتشطر عليه ويترده. في خليه في الايه في الاسير. يعني دلوقتي واحدة واحدة. انا معي الالكرويد من بردية في هيئة سلط. معي الالكرويد في هيئة سلط. تمام? والسلط دي بقى صليبل. حلو. اول حاجة هيكسر لك السلط بتاع الهايوسين. اللي هو عشان يطلع لهايوسين كده خلصت منها. بعد كده عندي في الاكوة سلط اتروبين والهايوسايمين. اللي اتنين دول لسه هيتسلط. فقم جاية بالصلاة ما عملي ايه? احط الامونية عندك. طب ليه علشان اخليها في خليها في بيز. يعني خليها في بيز. بمعنى صحيح. بمعنى صحيح. حطيت حاجة بيزك عشان بالصلاة. طب ليه ما احطتش حاجة مثلا بيز زي سوديوم هيدروكسايد او بتاسيوم هيدروكسايد. عشان دي عبارة عن استر. دي عبارة عن تروبين رنج. عبارة عن تروبين يبلس. لذلك هتقسر الاستر. انا مش عايز ان تتقسر. لذلك لازم احط حاجة اكبر شوية. قوة اكبر شوية من السوديوم بايكارب. حطيت الايه الامونية. فلذلك بالصلاة سيان بدأت تعمل لك ايه? بدأت تخليها تخليها لك في ايه بيز. وحطيت الايثر. وبعد كده كونت الاوكزاليك ايه? اسد. وجد ان ايه? وجد ان الاتروبين بيغصب مع الاوكزاليك اسد في وجود الاسيتون في وجود الايثر اللي عندي. ده الاتروبين كده اخلصت ايه? منه وبعد كده الهايوسايمين هيفضل موجود عندك فعية الايه استليوشا مش هيغصب خالص. طيب ما ينفعش استردن بوتاسيوم وهيدروكسايد ليه عشان يتفانى خلاص الايكلايزيشان زي عداء استر اصلا فيتكسر لك الاستر لينجج. طيب لو انا عايز كمية الالكالويد كلها بطريقة عادي جدا. طيب ليه? لان دي اصلا انا بالستر سلام عندي الالكالويد دي عبارة عن بيزيك. فانا هعملها لكل الالكالويد. دي كده اول خطرة. جبت التوتل وبعد كده هبدأ او ماينوس منه. طيب بعد ما جبت التوتل هقوم جاي عامل ايه بيه استر سلام هحطه ايه? عشان تتعمل لك ايه? عشان تخليه لك تخليه لك بعد ما هي في هيئة صوت اللي هو الهيوسين اتضعيف عندي تخليه في هيئة فلما هيكون في هيئة هقوم جاية حادي جدا. لذلك قدر حدد سيكون هناك الهيوسايمين والأتروبين هم جاي عاملة ايشتريكيشن مع اللقم المهم اللي انا ها عرفه عن طريق الابتيكال اكتيفيتي قالك الوحيد الابتيكال اكتيف هيدك بالسلسل اللقم الهيوسايمين هو الابتيكال اكتيف الاتروبين فذلك حرف الابتيكال اكتيفيتي تحت له هايوسايمين وعن طريق الابتريشن كيرفو هو الابزوربشن مع الكنسنترشن وهكذا ثم نعرف الكنسنترشن بتاع هايوسايمين ومعاك الاتروبين تجيبها ماينس التوتى الخاصة للحدودة من نسبة لك اخر حاجة الكوكا 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 دي بستثم جاية من البوليفيان كوكا او البيريفيان كوكا بالسلسل سيطم جدا الاساسم كوكا كوكا Premier والاهم مي استثمNS الاكوهنين مي استثم جدا الاكوهنين كievريث & الاساس black كروب. وفيها باسيك جروب. زي ما اخذناه في الاول احنا قلنا بسطة سلام عندي سكوبين وعندي توروبين رنج. واقلنا بسطة سلام بيكون فيها اسدك وبيزك. اسدك والكوحولك. تمام? المهم يعني بسطة سلام الفكرة. اللي والله لو ارضي مكانها اتش. ودي مكانها اتش. ده كده النيوكلاس اللي عندي. طب لو دي بسطة سلام اتش ماشي ودي بنزويل ده هنتسميه بنزويل ايه كوكينين. طب دي بنزويل كوكاين. هو ده بقى بالصلاة والسلام. يعني الكوكاين خلاص الكوكاين عبارة عن ايه? مكان الار واحد ده في بنزايل. بنزايل رينج. ومكان الار ديت فيه يعني فيه استر بمعنى اصح. هو ده كده كوكاين. ده بالسماعيك قال لك هيكون عندك سماعك ايه? اهو زمان انت شايف كده. يبقى انت عندك هنا بنزاويك وهنا عندك ايه? ميسايل جروب. طبعا ده زمان انت شايف كده بس اسمع وبقى عن ترشري امايت. فده بيبقى وطبعا انت عندك هنا اتنين ايه? واحدة مع ايه اتش اتفعلت هنا واحدة مع الاسدك اللي هي عمنا بيسايل ايشن فانت عندك ده بيبقى ده بيبقى لما تحطوا لوكل كده بيبقى ايه? بيعمل لك نمس نمس. يعني لو انه تنميل يقليك على طول تحسس ان انت بنمل وهكزا. اتز اكواج از استرال با الفلتريشن عن طريق. ليه ما عملوش بالاوتوكليف لاني ده استر لو نستخدم تحرارة هو اصلا كمان ضي استر فيتكسر عندي ويبوس. طيب ازاي? قال لي بالصلاة سعين هزا هتحط لي حاجات ويك. طب ليه? بحط حاجات ويك مثلا زي سودجين بايكربونات او كالسيو هيدروكسايد او الكلام ده كله. علشان بالصلاة سلام مش ايه مش يتكسر معي. يبقى مستحيل استخدم معي اي 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 حاجة. تمام? طيب اي كمان بالصلاة هنبع لها يفضل الصلاة والسلام. اه خلاص احنا عرفنا داية تمام? اه يحصل بعد كده ام حاطة اسيري وحط اتشي سي ال والمهم اللي انا اخوان في الاخر يخليه فقية ايه كريستل. طيب الكوكاين في الاستخدمه ايه? اول حاجة ده بيعمل لك ستيموليشن السين است خليك مصحصح ومفانجل وبعد كده يخليك تنام. بيخليك تحس لانت سالفي كونفيدنس او يزود لك الباور ويخليك يحصل لك ايه يخليك عندك نشر بس المدة ليلة جدا. ايه يعمل لك بقى دي بريجان. اللي هوا الناس اللي بتتعاطي ربنا عافينا بحق الى 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 الله. اللي دي المشكلة بتاعتي ما بقاش بيستخدم. هو كان الاول مشكلة الكوكاين اللي هم عندوش انتدوت زي الهيرون. الهيرون بيكون عندي انتدوت فقدر عمله كوكاين ده صعب جدا جدا. ممكن يتعاطي منه لانا ما عندوش انتدوت او ما عندوش حاجة لانا اقلل الى الوزدوغول بتاعتي. فده عمل باستخدام ممكن استخدام كان بيستخدم كاللوكا الانساتيك عند دكتور الاسنان يعني عند دكتور الاسنان استخدامه بالوقتي بقى ايه بقى بقى حاجة تانية عشان هم السيف. ايه توقسك طبعا ده مينمال ليس لدوز طبعا تقدي لتوكسوستي عالية جدا جدا جدا. بعد كده سيمي سنستك اف الكوكاين. انت دلوقتي عايزة تصنعي كوكاين بس سيمي سنستك يعني حاجات ايه جاية من طبيعية ونص ايه صناعي. طيب ازاي بقى? لو انت دلوقتي عند كمية كوكاين صغمطوطة خلاص عايزة تحوليها ايه 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 ايكوغنين. يعني انت دلوقتي بسترسان معاك ايه ايكوغنين ايكوغنين اللي حنت فانه خلاص بسترسان معبارة عن فيها ايه ايه وفيها كاربوكسيليك جوروب. طيب حلو. انت دلوقتي بسترسان عايزة تصنعي خلاص كوكاين من الكمية الكبيرة دي تخوليها لحاجة ايه كمية يعني اتكبر كمية بتاعتك دي اقول له كونسنترشن. فاترمي عامل ايه او ازاي تعمليه اكسترات بمعنى صحة وتصنعي. قال لي بسترسان هتجيبي كوكا ليف وتحط عليها اتش سيل تخليها فيها بمعنى صح. ليه? عشان اقدر اخليها تدوب في المية خلاص. وبالصلاة سلام اقدر اتخلص بان لما احط الايه الايسر او اللي عندي. طب وبعدين ام سخنة مع ضايل اتش سيل طب ليه ضايل اتش سيل وفلتريشنز عشان ايه او معاملة ايه ضايل اتش سيل ده اتعمل لك ايه بتكسر لك صح? يبقى والصلاة سلام عملت لك ايه قسرت لك عملتك فبقى عندي بقى عندي ذات نفسها. يعني بدل ما هو كان فيه لأ انا عايز اصنع بالصلاة سلام ده. ده بس خلاص. بدل ما كانت مسكة مع وكده. لأ صنعت دي البس اللي هي تمام? يبقى بالصلاة سلام عملت فلترة. فبقى عندي من الاسد اللي عندي قسرت بمعنى صحي انا عايز اخلي ده بس. تمام? اهو. ده انا عايز اصنعه. طيب مش انت عندك دلوقتي عندي حاجات تانية بس ما فيهش بينزايل ومفيهش ميسايل. طيب هتجيبي الحاجة وتحط عليها ضوال حشان تكسر كله. وبعنا اصلاح يبقى لك الشكل ده بس. وبعدين انما تكسر الاسد هيتغصب وهيبقى لك بالصلاة سلام اللي هي الايه الفلترة اللي هو فيه ايجومنيه. هتقوم اعمل لي القليزيشن. ليه القليزيشن ده الشكل اللي يبقى لك. طب هتعمل لها القليزيشن ليه. بعكاد تقوم اعمل لي بالصلاة سلام طب وبعدين. ثم بقى انت عايزت تحط ايه? عايزت تحط هنا بنزين? اه. فتعمل لي بنزايل. عايزت تحط لي ميسايل جروب? اه. يبقى انت كده بس ما عملت كده انت تكونت الكوكاين. يبقى تاني الخطوات سريعا. سريعا سريعا تاني. صلى عنها بعليها في دراسات واسلام. انت الوقتي معاك مركبات مختلفة انت عايز تطلع الكوكاين. كوكاين قال لك هنا في بنزايل وهنا في ميسايل. طب انت دلوقتي عشان تصنعوه. محتاج النيوكلاس دي. طب ان النيوكلاس دي هجيبها ازاي? هجيب لي خلاص ايه? مسلا هنا مسك وهنا مسلا مسلا سيناميك اي حاجة من الحاجات دي. وبالسلطة ما هتقوم اعمل لي هيدروليس لها بعد ما شلت او العام دي. نقول لي هيدروليس بتضيع الاسد خلاص ترسب وبقى لك الفلتر بتاع ال ايه? الاسد. طيب بعد كده حطيت لي سوديون باي كاربونيت عشان تخليها لك في يعني تخلي لك الشكل ده با هو بدل ما هو كان فاية سلط لأ اتخلص باله سيل وتخلي لك فاية فري بيس. باع كده او عمل اعمل اميس ريليشن زي خلصة الحدوتة كده انا بالصاص هيا ما عملت ايه? صناعة الكوكاين. تمام? وكده اللهم لك الحمدى حمدا كثيرا مباركا لازمة بعدها بدى محاضرة النهار ده خلصت. اتمنى ما تصليش من صليح دياراتكم وما فهمش اي بوانتي يكتب لي في اي وقت وما عندهش من مشكلة الشرحة مرة اثنين وثلاثة ربنا معنا جميعا. ما تنسوش صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.